بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بارت فور Advantage of Concrete Structure مميزات المنشآت الخرصانية أهم ميزة في المنشآت الخرصانية أننا نقول العملية الاقتصادية إنها economical ليه؟ لأن تصميم المنشآت الخرصانية بيؤدي أن الفلور اللي عندي بيبقى very thin وده بيؤدي أن ارتفاع المنشآت اللي عندك بيبقى قليل الحاجة التانية Lower Wind Loads بمعنى أن تأثير الwind load على المنشآت اللي هو المشعالي دوت بيبقى قليل بعد كده بنوفر في الكليدنج لأن ارتفاع المنشآت اللي عندك مش بيبقى عالي الناحية الاقتصادية التانية جاية نتيجة أن المواد اللي أنا بشتغل عليها available في أي مكان فمش محتاج أن أنا أنقل المكونات بتاعة الخرصانة من مكان بعيد وده بالتالي بيقلل الكوست الحاجة التانية نفس الكلام size سواء العمود اللي عندي كان عمود كبير أو عمود صغير مش هتفرق معنا لأن الخرصانة سهلة عملية التشكيل بتاعها طيب المميزات اللي بعد جدا الـ fire resistance اللي هي مقاومة الخرصانة للحريق وأي منشأ خرصانة عندي المفترض أن هو يقدر يقاوم الحريق من ساعة لثلاث ساعات بدون أن أستخدم الـ fireproofing وده شيء مهم جدا مقارنة بالستيل أو بالمواد التانية زي الـ timber لأن مقاومة الخرصانة للحريق بتحمل حديد الداخلي حديد التسليح أن يحصل له عملية ميلتنج ولو حصل له ميلتنج يحصل كلابس في الـ structure كله طيب إيه المميزات التانية؟ الـ rigidity والمقصود بالـ rigidity اللي هي الـ stiffness بتاعة المنشأ والـ stiffness ديت مهمة جدا ليه؟ لأن أنا لو عندي كاميرا والكاميرا ديت بتتعرض لload أو oscillations أو vibrations أنا يهمني الـ deflection اللي فيها ما يزدش عن قيمة معينة وإلا حيحصل فيه cracks واللي cracks ديت تؤدي إلى انهيار الممبر اللي عندي low maintenance اللي هي كلفة الصيانة عندي قليلة جدا لأن طبعا الـ lifetime بتاع أي منشأ خرصاني المفروض بيبقى أكتر من خمسين سنة فتخيل خمسين سنة معمول صيانة والصيانة ديت مكلفة فالـ cost هتزيد لا في الخرصانة عندنا بيحصل العكس لأن الكلفة بتاعة الصيانة بتبقى أولئلة جدا وبالتالي الـ cost على الـ lifetime بتاع المنشأ عندك بتبقى أقل ما يكون الماتيريالز اللي عندك available بمعنى أنا المواد اللي بحتاجها هي الـ water المواد ديت متاحة في أي مكان وبالتالي ما عنديش مشكلة إنك تحصل عليها بعقل كلفة الـ reinforcement اللي انت بتستخدمه عملية النقل بتاعته بتبقى سهلة جدا مقارنة إنك بتنقل قطاعات حديدية وليكن مثلا عندك channel أو عندك i-beam ترجمة نانسي قنقر